ما يخص قضية الاستخلاف لبعض الإخوة المترشحين الذين ترشحوا إلى التجديد النفسي للمجلس الأمة في كثير من بعض الولايات تعرضوا بعض الإخوة إلى ما لا مختلف في التجمع الوطني والديمقراطي مثله ومثل باقي الأحزاب تعرض إلى هذا الإقصاء لبعض الإخوة المترشحين هذا الشيء ما منعناه أنه نحن إيمانا منا بمؤسساتنا بمؤسسات الجزائرية أنه تم اللجوء كما هو معمول به وطبقا للقانون المعمول به تم اللجوء إلى المحاكم الإدارية وإلى مجلس الدولة هناك الكثير من الإخوة الذين تم إنصافهم من طريق مجلس الدولة والسلطة أعادت قبول ملفاتهم وهما مترشحين اليوم أما الذين رفضوا ملفاتهم على مجلس الدولة القانونية المطروحة اليوم هي قانونية تشريعية قانونية تنظيمية لأننا الذين نسجع على السلطة أنها لم تقدم أي بيان أو أي تعليمة التي تحدد طريقة الاستخلاف أو غير الاستخلاف لأنه القانون واضح القانون يتحدث على أنه يمكن الاستخلاف في حالتين الحالة الأولى حالة الوفاة أو المانع القانوني ونحن في التجمع الوطني الديمقراطي نؤمن بأنه أن رفض الملف قانونيا من طرف مجلس الدولة يعتبر مانعا قانون هذا رأينا وهذا اجتهادنا نتمنى والأحزاب السادة الرؤساء الأحزاب قدموا رسالة إلى السلطة للنظر في هذه القضية ونحن كمجموعة رؤساء مجموعة كل رؤساء كتل قدمنا البارح كذلك دمنا بيان وطلبنا من السلطة أنها لازم أن تقدم توضيحا قانونيا تشريعيا لهذه الواقعة القانونية اشتركوا في القناة